بعث المسشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنية إلى الرئيس السيسي لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة واشهد عبد الرازق بأبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم عندما رفضوا تسليم مقر شرطة الإسماعيلية للمحتلين البريطانيين قائلا إن التاريخ خلد هؤلاء الأبطال باعتبارهم رمزا للفداء والتضحية والبطولات ترجمة نانسي قنقر